أستاذ موسوي عجلوي المغرب استقبل استقالة هورتس كولير وهذه الاستقالة جاءت ربما هي مفاجأة مغينك تعطينا التحليل ذلك في هذا الموضوع متأكيد أنه إن كانت هناك ظروف صحية طريقة يمكن أن نتفهم طلب استقالة كولير إلى كوتيريس ولكن إلى حدود العاشر من أبريل الماضي عندما أحاط مجلس الأمن كان كله تفاؤلا بأنه سيمضي إلى اللقاء التالي وأن الأطراف تلتقي إلى غير ذلك إلى حدود أيضا تقديم قرار مجلس الأمن أواخ 30 أبريل الماضي كان توجه العام أن كولير سيستمر في عمله في إطار الإعداد إلى المرحلة التالية لكن ما الذي جرى السؤال؟ ما الذي جرى في شهر ماه لكي يقدم كولير استقالته أول أمس مساء فإذن الأمر متعلق بظروف طارئة قد تكون صحية كما قد تكون غير صحية بمنها مرتبطة بأسباب أخرى بالتأكيد أن كولير قلنا عدة مرات أن كولير الضغط إلى ستة أشهر التي تعطى المينوسو هي الضغط على كولير أكثر مما هي الضغط على طرف أخر الرجل كان عليه أن يقدم كل ستة أشهر تقرير إحاطات إلى مجلس الأمن وأيضا أن يشارك في التقرير الذي يقدمه جوتريس إلى مجلس الأمن ما عساه أن يفعل وهو بنزاع إقليمي دام أكثر من أربعين سنة وأن يقدم حلول بسرعة قوية في ستة أشهر بعد جمود دام أكثر من ست سنوات هذا هو الإشكال الذي طرح لكولير وأعتقد أنه اقتنع بظروف صحية وغير صحية أن هذه الصرعة لا يمكن أن تؤدي إلى حلول لنزاع سحراء والأقل أن تقفز إلى ما وصلت إليه فيما يسمى باللقاء الثاني في جونيف الآن ما هو السيناريو ممكن؟ سيناريوهات متعددة لكني دعني أقول أن استقالة كولير هي منعطف طاريخي كبير في مصاري نزاع السحراء داخل أروقة الأمم المتحدة لا يمكن أن نفصل هذه الاستقالة عن الجمود الذي طال بالخصوص في عهد كريستوفر روس وحتى ما أتى به كولير لا يمكن أن نفصل هذه المرحلة أيضا على أساس تأكيد انطلاقنا من قرارات مجلس الأمن على الحل السياسي الدائم الواقعي المتوافق حوله هذه الأمور كلها لا يمكن أن نفصلها عما سيأتي لكن مع تأكيد على أن الآن المقاربات المتعلقة بمير الصحراء ستأخذ بالنسبة للمغرب ليس فقط الحق الطاريخي أو تأكيد على الحل السياسي بل أيضا استناد على القانون الدولي هناك قضايا متعددة تعطي الحق للمغرب في الدفاع عن ميرفه كيف سيختار الممتل المقبل؟ الطريقة الجارية بالعمل داخل الأمم المتحدة أن الأمين العام يقترح على مجلس الأمن شخصية معينة هذه الشخصية المعينة إن تم التوافق حولها يبقى الحسم للخمس الكبار الذين لهم حق الفيتو هل سيكون من إفريقيا؟ هل سيكون من أوروبا؟ من الولايات المتحدة الأمريكية؟ من أمريكا الجنوبية؟ لا نعرف ولكن بالتأكيد أن الرجل الذي سيأتي ببعد لا يمكن أن يأتي بطروحات جديدة عليه أن يتبقى قرارات مجلس الأمن خاصة في البحث عن السحل السياسي لمتابعة المشاورات التواصل علما أيضا أن هذا الرجل لن يمكنه أبدا أن يباشر عمله فيما وصل إليه كولير على الأقل واحد ما بين ستة أشهر وسنة بمعنى أن القضية ستجمد على الأقل ثلاث سنة وعلى مجلس الأمن أن يأخذ هذا بعين الاعتبار نعم هل المغرب لابد أن يستفيد من هذه الفترة للدبروماسية المغربية الرسمية أو الشفر الرسمية أي الموازية للعمال أكثر؟ بطبيعة الحال قلت منذ قليل القانون الدولي هناك الآن خصوم المغربي يستعملون قضايا متعلقة بالقانون الدولي بالطروات بحقوق الإنسان بأشياء متعددة كذلك يمكن أن المغرب أن يدخله وأن يوضفه هذه الورقة بشكل أنه له مزايا متعددة وله منافع متعددة داخل هذا المجال